رفعات الراية البيضاء إذن اندفاع مضفقة سيداتي أنيساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد بالطيف هنا في الحوية في سابع أشواطي هذا المساء كاس تحدي نادي سباقات الخيل في مسماه الأول 150 ألف ريال تنتظر مفتوح الدرجات في أتلاف راس عمر الثلاث سنوات فأكثر تتنافس على مسافة الميل مسافة الألف وستمائة متر مسافة الأيد فورلونغ اندفاع جماعية في هذا الشوت تبدأ تشيك شارج أوبري من المسار الداخلي بمطاردة أم فرانس في ثاني المراتب وهناك أيضا أنسانية في الثالثة من بين مسويت سانس وثناء الأبيض إضافة ومن بهرة ومن المسار الخارجي صنهات ومن خلفها الدروازة هنا تبدأ تشيك شارج أوبري مع صيل السرحاني مع المنعطف ما قبل الأخير في هذا الشوت تتمركز ثانيا هنا الدروازة أيضا في رابع المراتب بينما إضافة تأتي في المرتبة الثالثة صنهات من المسار الخارجي وكذلك إنسانية برفقة لوف من بهرة تظهر من بينهم تبحث عن مسار معاد الفريدي لا تزال تتزعم هنا الآن تشيك شارج أوبري القدوم من أنفرانس مع ريان طورش لوف قادمة وأيضا إضافة من المسار الخارجي صنهات تنتظر الإشارة من محمد ادهم صراع الأفراس وتحدي نادي سباقات الخيل يذهب لمن يبدأ هنا تشيك شارج أوبري وأنفرانس من المسار الخارجي لوف قادمة الآن مع عبدالله العوفي يبدأ هنا أصيل السرحاني باستحثاث تشيك شارج أوبري أنفرانس من المسار الخارجي تبدأ هنا تشيك شارج يوسع الفارق أنفرانس مع ريان طورش بالدخول تيك شارج أوبري وائر توائر في هذا الشوت ألف مبروك لسمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وأيضا للمدرب خالد الأغياني والخيال المتمرن الذي أبدع بقيادة هذا الشوت أصيل السرحاني